ينضم إلينا من باريس محمد الأصباط الصحافي والمتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين أستاذ دعنا أولا برأيك بما يجري الآن في السودان سعاد خير المجدور الخلود للشهداء أعجل الشفاء للجرحة الذين صغطوا اليوم أمام بوابة الغيادة العامة والمجدور الخلود للشهداء الثلاثة الذين تأكدوا استشهادهم هذا المساء ما حدث في السودان هو انقلاب عسكري قاده البرهان وحمدتي وزمرتهم في تمادي في نقض العهود والمواسيق وفي خيانة في الفجر معلنة عن كل التواثق وما توفق عليه مع قوى الحرية والتغيير ظلم منهم بأن الساحة قد دارت لهم وبأنهم يستطيعون أن يحكمون للسودان بالحديد والنار ولكن لا يعلمون أن الشعب السوداني الذي أطاح بعمل البشير هو أكبر ديكتاتور وأشهر ديكتاتور وعميد الدكتاتوريين والشمولين في أفريقيا والشرق الأوسط قادر هذا الشعب بسلميته وببسالاته وبجسالته أن يطيح بالبرهان طال الزمن أو غصر برأيك هل هناك تخوف للوضع في السودان خصوصا في ظل مساعدات ممكن أن تعلق الآن إن كان من قبل الولايات المتحدة أو دول أخرى بسبب هذا التقويد لعملية الانتقال في السلطة أو كما تسميها الانقلاب هذا الانقلاب كما هو واضح من عنوانه الأول هو يريد أن يعيد السودان إلى عهود الظلام يعني اليوم السودان بلا إنترنت بلا اتصالات أوصال العاصمة مغطعة زجب رئيس الوزراء في السجن هو وزوجته زجب الوزراء في السجون يعني العالم ماذا ينتظر من مثل هذا النظام بكل تأكيد بكل تأكيد ستنسحب كل الإنجازات التي حققتها حكومة الدكتور عبدالله حمدوك ستتعطل تماما وسيدفع التمنى الشعب السوداني هؤلاء المغامرون بفعلتهم القبية التي قاموا بها فجر اليوم يريدون أن يعيدوا بالسودان إلى عصور الظلام ولكن الشعب السوداني لن يسمح بذلك بدليل أن ثورته المجيدة في ديسمبر 2018 حتى أبريل 2019 ظل السودانين في الشوارع يقدمون الشهيدة والشهيد والجريحة والجريح والأرتال من المحتقلين والذين فقدوا وظائفهم والذين جاعوا وعطشوا وأصيبوا وجرحوا ظلوا صامدين حتى أطاحوا بالدكتور عبدالبشير هؤلاء العسكريون يغرؤون من كتاب القباء لأن هذا الأمر تم قبل عامين يعني ليس في التاريخ الغابر أستاذ محمد عندما تقول بأن ومنذور السودانين بسلميتهم عندما تقول بأن ما يجري الآن هو عودة إلى عصور الظلام يعني من هو المستفيد كيف ممكن يستفيد البرهان من عودة السودان إلى عصور الظلام كما تقول هو لا يفكر في السودان والسودانين هو يفكر في الكرسي الذي يجلس عليه وهو يعلم تماما عند أيلولة رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وسيادة الحكم المدني سيفقد العديد من امتيازاته ستقول الأموال والسروات التي يضع يدو عليها إلى الشعب السوداني وسيفقد أوراق الضغط التي ظل يعرقل بها ويخرب بها الفترة الانتقالية وكما تعلم أن السلطة مفسدة عامين في السلطة بكل تأكيد تفسد أي إنسان دعاك أن يكون هذا الإنسان تربى تربية عسكرية تحت نظام سيغراطي أي دوليجي على مدى 30 عاما خدم في هذا النظام ويده قارقة في دماء الأبرياء في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جنوب كردفان وفي مناطق متعددة من السودان لهذا السبب لا يعنيه الشعب السوداني ولا يعنيه ما يحدث للسودانيين كل ما يعنيه أن يبغى في هذا الكرسي أن لا تتأثر إمتيازاته أن لا تمتد له يد العدالة لأنه هو متهم بشكل مباشر بفضل احتصام الغيادة في 3 يونيو 2019 الذي راحض ضحيته أكثر من 200 شهيد وأكثر من 300 مفقود وبالتالي هو لا يفكر كما يفكر أي إنسان عاقل عن مستقبل البلاد أو الشعب لا هو يفكر في ذاته وبعقليته العسكرية المقلقة ويظن واهما أنه بالبندقية يستطيع أن يفرض إرادته على السودانين ولكن السودانين يمتلكون الغوة الناعمة لديهم أدوات سلمية مجربة وأسلحة لم يخرجوها بعد لديهم العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل ولديهم العديد من الأسلحة أسلحة النضال السلمي اللاعنفي التي هزت وأطاحت قائده السابق المخلوع عمر البشير قادر على أن تطيحه وأن ترمي به في مزملة التاريخ يعني الآن نرى بأن طبعا السفارة الأمريكية دعت معرقلي العملية الانتقالية للتنحي أيضا كان هناك موقف من قبل الجامعة العربية تدعو فيه إلى احترام العملية الانتقالية السلمية إلى أي مدى تتخوفون من أن تبقى هذه المواقف ردود الفعلة الدولية في سياق المواقف من دون أي تغيير أو تعويل من قبل السودانيين عليها السودانيين لا يعولون عليها ولكن من المتوقع أن تتصاعد الضغوط الدولية على قائد الانقلاب العسكري لأن العالم لا يقبل انقلاب عسكري ولأن العالم متعاطف مع السورة السودانية وإنبهر بالسورة السودانية وكان العالم سعيد بالسورة السودانية قد تكون تابحت تغريدات وكتابات وزعماء حول العالم والمفكرين والساسة عن السورة السلمية السودانية وبالتالي من المتوقع قد أن الاتحاد الأفريقي سيعلق عضوية السودان البحث الدائع الأممي في الخرطوم سترفع تغاريرها إلى مجلس الأمن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات أكثر قسوة على جنرالات الحرب والدم في الخرطوم وستتواصل هذه المسألة ولكن الشعب السوداني أيضا لديه أدواته المجربة في النضال السلمي المدني للوصول إلى قاياته بالمدنية السودانيون يا سيدي منذ ديسمبر 2018 وحتى أمس الأول أو أول أمس في 21 أكتوبر ظلوا يقفون يوميا تغريبا منادين بالمدنية ومدنية الدولة لماذا؟ لأنهم يأسوا من حكم عسكري متد لـ 52 عام من تاريخ السودان الحديث البارق 63 عاما يأسوا من هذا الحكم الذي لم يورس السودانيين سوى الحروب والحروب الداخلية والحروب الأهلية والاقتتال الأهلي وفصل ينوب السودان وملايين المشردين والضحايا وعشرات المئات الآلاف من القتلى والذين زج بهم في السجون والذين دفعوا إلى اللجوء والذين دفعوا إلى النزوح وبالتالي لن يقبل السودانين أبدا عودة الحكم العسكري لأنه أذاقهم كل أنواع العذابات التي يمكن أن يتخيلها بشر عندما تقول أستاذ محمد بأن سيكون هناك إجراءات ضاغطة من قبل المجتمع الدولي ماذا ستفيد الكرسي البرهان كما كنت تذكر سابقاً في ظل نوع من ضغط دولي لن يفيد السودانيين بشيء الضغط الدولي لن يفيد السودانيين كما ذكرت لك لا يهمهم الانقلابيين جنرالات الدم ولكن سؤال هنا ما أهمية الكرسي التي كنت تذكرها بالنسبة للبرهان في ظل كل هذه الضغوط لأنه ببساطة شديدة يعلم أنه في نوفمبر المقبل أو بعد سابع سيتم تسليم السلطة إلى تسليم رأسة مجلس السيادة إلى رئيس مجلس السيادة مدني وسيفقد هذه الصفة التي يستمتع بها وسيفقد نائبه أيضاً هذه الصفة لأنها غير دستورية لا في الوسيقى الدستورية ولا في اللوائح وظيفة نائب رئيس مجلس السيادة لأن مجلس السيادة مجلس قراراته جماعية وفقاً للوسيقى الدستورية ما أن يفقد هذا المنصب سيفقد امتيازات وستقول الأموال التي يضع العسكرين يدهم عليها والشركات والمؤسسات إلى وزارة المالية. وهي ورقة ضغط أساسية عمل البرهان على مدى سنتين. البرهان وحمدته عمله من خلاله على تخريب الفترة الانتقالية. ووضع العراقيل أمامها. هو لا يريد ذلك. ويريد أن يبغى في السلطة. يريد أن يبغى في الضوء مهما كان السمن. يعني يمتلك فيه الدماء العزيزة التي سألت في فضل الاحتصام. في ظل هذا البقاء في السلطة. ذكرت بأن هناك ممكن أن يكون إجراءات ضغطة. واستمعنا أيضا إلى دعوات وردود فاعل. إن كان من المجتمع الدولي من الولايات المتحدة. من الجامعة العربية. اللافت هو موقف وزارة الخارجية المصرية. فهي قالت بأنه تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان. وتؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والأمن. من دون أي إدانة لما حصل. لماذا برأيك؟ طبعا هذا أمر طبيعي ومتوقع. لأن القيادة المصرية خدعت في المخلوع عمر البشير. وكانت أول دولة في الإغليم تؤيده. وهي التي قدمته للعالم. ولم تكن تعلم أنه يقود انقلابا للإسلاميين. فالمصريين لا يريدون أن يلدقوا من ذات الجحر. وأصدروا هذا البيان الدبلوماسي في انتظار مآلات الأحوال في السودان. كما تعلم الحوال في السودان الآن فور بروز المؤشرات الأولى لانقلاب. نزل السودانين بالعشرات وبعد قليل بالمئات وبعد قليل بالآلاف إلى الشوارع ليحموا ثورتهم. وبالتالي لا تريد الغيادة المصرية التورط في عداء مع الشعب السوداني. وتؤيد الانقلاب. هي اتخذت هذا الموقف الدبلوماسي في انتظار مع آلات الأحداث في السودان. كان هناك دعوة من قبل مكتب رئيس الوزراء أحمدوك. دعا فيها السودانيين إلى النزول إلى الشارع إلى التظاهر. إلى أي مدى تتخوفون من أن ينقسم الشارع إلى شارعين في السودان؟ الشارع يا سيدي لن ينقسم. الشارع السوداني منذ ديسمبر 2018 وحتى 21 وفيما يتعلق بمدنية الدولة. الشارع والشارع لتماسك من أجل مدنية الدولة. صحيح هي ل pics تباينات في الحكومة وRs شراكة مع العسكريين وررأي في أداء الحكومة. ولكن فيما يتعلق بمدنية الدولة فيما يتعلق بالأهداف الكلية للثورة السلام وحرية وعدالة. فيما يتعلق بالحريات العامة فيما يتعلق برفض الحكم العسكري. كل الشارع السوداني متفق حول هذا. ما عدا قليلا من فلول النظام السابق واثنين من حركات المسلحة هم حركة العدل والمساوى بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو من ناوي ولكن بخلاف هذين الحركتين وبعض فلول النظام السابق وبعض الذين تضرروا من صغوط نظام البشير الانتهازيين ولا يقي أحزية العسكر ولا يقي أحزية العسكر من غير هؤلاء كل السودانين متفقين حول مدنية الدولة وحول الأهداف الكلية لثورة ديسمبر المجيدة أستاذ محمد ابقى معنا أريد أن ننتقل إلى باريس ومعنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي السوداني علي صالح أستاذ علي أولا ما هو رأيك وكيف ترى ما يجري اليوم في السودان يعني من خلال متابعتنا لسيناريوهات الفترة الأخيرة وحالة الاحتغان وحالة الاستخطاب الحادة كانت ستفضل هذه الخطوة المتهورة والغير محسوبة بالنسبة للمكون العسكري الذي كان من المفترض أن يكون في شراكة مع حكومة انتقالية لفترة تفضي إلى انتخابات لكن المكون العسكري وحسب حصابات خاطئة حاول الغفظ إلى الأمام والاستلاء على السلطة بهذه الخطوة اليائسة ويعني أيضا من الأبدلائل التي تشير إلى هذه الخطوة لم تكن مفاجئة بالنسبة للقوى المدنية الحية في السودان طالما لم تكن هذه الخطوة مفاجئة لماذا لم يكن هناك من خطوات لتفادي هذه الخطوة طالما كانت متوقعة وهذا ما سعى له رئيس الوزراء سيد عبد الله حمدوك هذا الرجل تعامل بمسيحية مع عسكر النظام في الموقعين في مجلس السيادة وهذا الرجل أدار حوارات ماراتونية من قبل اسبوعين هو انخرط في اجتماعات مطولة مع المكونات المدنية مع المجلس العسكري وحتى مساء الأمس كان في اجتماع مع السيد جنرال البرهان وأيضا مع حميتي في اجتماع مطول وحاولوا من الرجل التراجع وحاولوا من الرجل أن يحل الحكومة فكان يرفض باستمرار فلم تبقى أمامهم إلا هذه الخطوة أيضا جعلوا من الشرق ومن ميناء برسودان وهو الشريان الذي يغزي السودان جعلوه خارج الخدمة من قبل أكثر من 25 يوم فكان مع كل محاولات الخنق هذه السيد رئيس الوزراء كان يدير بكل حنك وبكل هدوء متطلبات المرحلة الانتقالية وكان دائما يذكر أن المكونات العسكري هو جزء أصي من فترة الانتقال ولكن كان يعلم في قرارة نفسه أنهم سيزعون إلى الإنقلاب وقطع الطريق أمامهم أمام التحول المدني ولكن الكاتب الأستاذ محمد الماحي كان معنا قبل قليل هو قال بأن دكتور حمدوك كان على الرغم من أنه كان يأخذ خطواته لكنه كان بعيد عن القرارات ولم يكن يريد أن يفصل بين المدنيين والعسكر أو أن يكون هناك شرخ برأيك إلى أي مدى هذا التكتيك أو هذا السيناريو الذي اعتمده حمدوك أوصل اليوم السودان إلى ما نشهده اليوم نعم حمدوك رجل منضبط رجل مهني رجل موظف رجل خاض تجارب مريرة تشبه السودان إلى حد كبير في رواندا وفي أثيوبيا وجلس مع المدنيين وجلس مع الأسكريين وساعد الدول خارجة من حروب أهلية فبالتالي الرجل خبرة ومجرد كيف يتعامل مع مكون عسكري ارتبط بحبل سر مع مدنيين فيما يسمى بوسيقة السورية التي انقلب عليها الجيش اليوم فبالتالي ليس بإمكان الرجل أن يقلل من شأن العسكر أو كما يفعل النشطاء أو يتعرض للعسكر بكلمة أو ما فهو كان يتعامل جنتلمان باحتبار أن المكون العسكري هو جزء أصيل من الانتقال الديمغراطي في بلد مجابهة بمهددات أمنية في أطرافه فكان يؤمن بدور القوات المسلحة أن تكون شريك ولو أنها شراكة الغرباء ولكن أستاذ عاطف هذا المنطق كما وصفته جنتلمان هل فعلا هو ينفع في ظل أزمة كان يعيشها السودان وخصوصا في مرحلة انتقالية من الحكم الذي كان يسيطر عليه بعد حكم البشير إلى المرحلة الانتقالية المدنية هل فعلا هذا التكتيك كان في محله برأيك؟ لم يكن هناك خيارات أمام رئيس الوزراء سيد عبدالله حمدوك غير هذا الاتجاه باحتبار أنه يعلم تماما مدى الصراع الذي يوجد في السودان بين المكونات العسكرية والمدنية ويؤمن بوجود الجيش لتأمين عملية الانتقال في السودان لرسم مستقبل جديد للسودان كان هو يدرك تماما خطورة المرحلة الغريف في الموضوع أن هناك اتفاق من المكون العسكري على شخصية عبدالله حمدوك وطلب منه أن يستمر كرئيس وزراء مع هذه الحكومة الإقلابية فهو رفض رفض بسرحة العبارة ويبدو أن الرسالة التي بثت كانت وضعها على جهازه على ما أعتقد وضعها جهازه جاهزة لأنه علم نوايا الإنقلاب مساء الأمر عندما انتهى الاجتماع بالبرهان والسيد حمدتي فبعث بهذه الرسالة فهذا الرجل تأكد لنا تماما هو الرجل الوحيد الآن الذي عليه إجماع من العسكريين ومن المدنيين فبالتالي هو الجامع الآن الرجل حكيم الرجل لم يخش في خصوم لم يخصمات لم يدخل في مهاترات مع الجيش فهناك ثقة كبيرة من المكون العسكري الآن في شخصية عبدالله حندوق وأنا أعتقد أنه حتى الآن تمارس عليه ضغوط لا أدري إن كانت هناك أيضا ضغوط خارجية لكي يستمر مع الجيش في هذه المرحلة القادمة ولكن المرحلة القادمة أيضا مرحلة خطرة وصعبة بكل المقاييز بعد إعلان حالة الطوارئ وتجميد عمل لجنة التمكين وتجميد أيضا الوسيقى بالسورية التي باتت بحكم المؤكد بعد هذا الانقلاب الآن الوسيقى الدستورية غير ذات جدوى لأنه أي طرف بحكم الوسيقى الدستورية ينقلب عليها فبالتالي هي غير موجودة فاليوم السيدة البرهانية تحدث عن الوسيقى الدستورية وعن أنهم سيحمل فترة الانتقالية إلى أن تفضي إلى انتخابات وهذا مجرب خطابات مجربة بالنسبة للعسكر وخطابات مكشوفة أيضا هو انقلاب كامل الدسم انقلاب صرف عسكري سهيد له من المشايعين ومن أنصار النظام السابق لكي تستمر الإنغاز نمبر تو في الحكم في السودان أستاذ عاطف ابقى معنا سننتقل الآن إلى لندن عبر شبكة سكايب معنا الأستاذ نزار عبد العزيز عضو هيئة القيادة الجبهة الوطنية العريضة أستاذ نزار كنا نستمع إلى ضيوفنا قبل قليل ما الذي أوصل السودان اليوم إلى هذه المرحلة هل طريقة تعاطي حمدوك مع الملفات المتأزمة في البلاد وشكرا لأخواتنا جميعا وتحياتي لكل الجمعة الشعب السوداني المتفضة والسائرة والتي الآن تذهب إلى الشوارع وللأسف الشديد هذه مقامرة غير مدروسة يعني من مقامرات العسكر للأسف الشديد وانسداد في الأفق العسكري والسياسي لبعض الانتهازية الصورات للأسف الشديد لأن المجلس العسكري لم يتحرك منفردا إلا ومعه أشخاص على شاكلته وهذا الانقلاب سيكون له عواقب وأفتكر يعني انقلاب قادر وخيانة وردة عن دماء الشهداء حقيقة السيد عبدالله حمدوك مهما مورست عليه من الدقوطات الكثيرة من المجلس العسكري أو غيره لكنه أتى بالحرية والتغيير والحرية التغيير هي التي أتت به وهي التي يستطيع تبعده من رئاسة الوزارة وهكذا حقيقة نحن في الجمهة الوطنية العريضة طالبنا مرارا وتكرارا بعدم الأمانة للعسكر لأنهم من اللجنة الأمنية للمخلوع البشير يعني النظام البشير لم يسقط بالكامل إنما كانت عبارة عن نصف صورة وليست صورة كاملة لماذا تم الوثوق بهم إذن؟ لماذا تم الوثوق بهم برأيك؟ ولهذا رفضنا نحن رفضنا هذه الشراكة واعتبرنا شراك الدم لأنه مما حدث من الشهداء واعتصام القيادة العامة وهؤلاء الشهداء الكسر فكيف نشارك عسكر ولجنة أمنية بتاعة المعزول البشير وهو ليس مخلوع هو معزول من اللجنة الأمنية بتاعته يعني هي التي عملت الانقلاب ليست في القوات المسلحة التي نكن لها احترام وتغدير وهناك من الشرفاء والوطنيين لكن القوات المسلحة للأسر الشديد أدلجت في عحد الإنغاز وصار كلهم من تنظيم واحد من تنظيم المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية بالذات ولهذا عندما شعر البرهان بأن هناك خطورة على الوسيقى الدستورية وفي فبرايل في نوفمبر سوف يتم المدني لاستيلام مجلس السيادة فقام طرح ما طرحه نعتبر انقلاب ولهذا هو لو كان سلم السلطة نعتبره ليس انقلاب نعتبره بإنحياز لإرادة الشعب والجماهير ولكنه أراد هذا هو يعتبر انقلاب تتحدث أستاذ نزار تتحدث عن شراكة الدم هذه التي أوصلت هذا الموضوع أو أوصلت السودان إلى الوضع الذي نشهده اليوم ولكن المواقف التي اتخذها والخطوات التي اتخذت سابقا من قبل حكومة حمدوك هي كانت نوع من الشراكة مع العسكر وبالتالي إلى أي مدى هذه الشراكة التي وصفتها بشراكة الدم هي المسؤولة عن الوضع الحالي للأسب الشديد كان من المفترض أن يرفضوا هذه الشراكة كما ذكرت وهي شراكة الدم فللأسب الشديد كان من المفترض أن يتم رفض هذه الشراكة لأنها حقيقة هي الشراكة الدم وكان على ونحن بعد ذلك اعتبرناه هي عبارة عن هبوط نائم وتسوية سياسية كانت سائرة من قبل هناك دول اخترحت هذا الهبوط النائم والتسوية السياسية بما فيها المطور الوطني لكن بعد ذلك الأمور تطورت وتطورت الصورة لكن للأسب الشديد ما حدث قبل عامين والآن نعتبره انقلاب عبارة عن وخيانة وردة لدماء الشهداء وكان من الأجدر أن لا يقبلوا بذلك الانقلاب حتى رئيس الجبهة الوطنية العريضة الراحل علي محمود خسني ذكر له في اعتصام الغيابة الذي سماه برلمان الصورة إذا أردتم للحيازة للشعب فلتسلموا السلطة إذا لم تسلموا السلطة اعتبروا ذلك بانقلاب وللأسب الشديد ولكن لأن العسكر رفضوا تسليم السلطة وهؤلاء بعض من المدنيين نحن لا نحاسب الآن لأنه نفترض إن قوة وحدة قوة المعارضة لمواجهة هذا الانقلاب ولمواجهة الردة على صورة الشهداء نحن دائرين قوة المعارضة كون موحدة في الظرف الحالي لأن الوضع بالتأكيد سيكون له ما بعده من انسدادات في الأفق السياسي والعسكري والاستقطابات للأسب الشديد يعني ما قام به أعتقد بأن هذا من البرهان وحميته الدعم السريع وفصيل حميته أنا لا أقول كل القوات المسلحة ولكن هؤلاء الأشخاص يعني لمصالحهم ودي لمصالح التنظيم وللأسب الشديد ستعيد لنا إعادة النظام القديم يعني الذي إذا كان الشخص أعتقد بأن النظام القديم قد صغط فهو متواجد في كل مؤسسات الدولة منذ حدوث هذا الانقلاب يعني خاصة في الأجهزة الأمنية والعسكرية التي رفض الخروج منها أو هيكلتها أو بما شابه ذلك ولهذا لا بد من مقاومة هذا الانقلاب بكل السبل والمشروعة والالتزام بسلمية هذه التظاهرات وهذه الصورة لأنها خيانة وردة عند دماء الشهداء أستاذ نيزار يعني ضيوفنا قبل قليل وصفوا هذه الخطوة التي قام بها البرهان بأنها كانت خطوة غير محسوبة هل فعلا هي خطوة غير محسوبة وإلى أي مدى هي كانت خطوة وراءها حسابات لعدم المحاسبة لما جرى في الفترات السابقة بالتأكيد هي ليست خطوة غير محسوبة هي مغامرة هي مغامرة غير مدروسة يعني من مغامرات العسكر للأسف الشديد حتى الوسيغة الدستورية التي لم يلغيها لأنه هناك مرتبط ببعض حركات حركات الكفاحة المسلح للأسف الشديد التي تتواجد في القصر الجمهوري وبعض منها شاركوا النظام السابق وبعض منها يعتبر هو الفصيل العسكري للمؤتمر الشعبي للجمهة الإسلامية القومية ولهذا يعني بس خل هو بعض الـ 12 و 13 كما ذكر خل بس مجلس السيادة وخل إختصاصات والمجلس التشريعي وكيفية حكم المجلس العسكري وحل المجلس العسكري والقيادة فأنا أفتكر هناك أفق دائما ومغامرة غير مدروسة وانسداد أفتكر ستكون لها ما بعدها خاصة الآن ظهرت بعض من الدول يعني عامة ترفض ظالة الانغلاب وأنه يعني إرجاع ما كان من قبل ما حدث والالتزام بالوسيغة الدستورية بينهما رغم أنه نحن نرفضها لأننا كما ذكرت لك نطالب بصورة كاملة وليس ثورة منقوسة نعتبرها ثورة منقوسة ولكن لا بد من الوقوف مع شركاءنا في النضال وفي المعارضة لأن هذا الانقلاب سيأثر على الجميع يعني في السودان والوضع في السودان يعني له عواقب وغير مدروس وخاصة فيه اختناقات شديدة جدا نعم أستاذ نزار ابقى معنا أريد أن أنتقل سريعا إلى ضيفنا من باريز الأستاذ عاطف علي صالح الكاتب والمحلل السياسي السوداني أستاذ عاطفي أن استمعنا إلى أستاذ نزار هو وصف ما حصل به المغامرة هل فعلا هو مغامرة أم أنها مؤامرة أو ننتقل الآن عبر الهاتف إلى الأستاذ محمد الأصباط الصحافي والمتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين إذن أستاذ محمد كما سمعنا الأستاذ نزار هو قال بأن ما حصل نوع من مغامرة هنا السؤال إلى أي مدى هي فعلا مغامرة أم مؤامرة أم مقامرة هي مغامرة يلفها الغباء يعني وتكشف عن غباء من قام بهذه المغامرة أولا إلغاء الوسيغة دستورية فض الشراكة مع المدنيين عداء الشعب السوداني حتى من تبقى من السودانيين الذين كانوا حريصين على الشراكة أو ينادون بالشراكة الآن فغدهم وبعد ذلك عداء مع المجتمع الدولي ومع المحيط الإغليمي ولا أدري من الذي أشار على برهان محمد هذه الخطوة الغبية التي ستؤدي بهم عاجلا أو آجلا ستجرب إلى ساحات العدالة وستدفعون تماما غاليا لا سيوى أنهم هم الإثنين متهمين بفض احتصام الغيادة في 3 يونيو 2019 هناك الكثير الآن من التحليلات طبعا لمستقبل ما سيجري اليوم كان بعض التحليلات تقول بأن ما جرى في مصر من عشر سنوات ممكن أن يحصل اليوم في سودان إلى مدى توافق هذا التحليل لا طبعا ما جرى في مصر لم يكن يتكرر في السودان لأنه كما ذكرت لك بعد ظهور البوادر الأولى لانقلاب العسكري نزل العشرات من السودانين إلى الشوارع في جنح الظلام وتبعهما المئات وتبعهما الآلاف لحماية ثورتهم وكما قلت لك الشعب السوداني نفسه طويل كما تذكر السور السوداني استمرت لأربعة أشهر يتمتعون السودانين بالنفس الطويل وبالبسالة وبالإصرار وبالصمود الوصول إلى أهدافهم هذا الانقلاب لن يكتب له النجاح طال الزمن أو غصر وسيجر البرهان وحمدتي وكل الداعمين لهم حركة العدل والمساواة بغير جبريل إبراهيم وحركة تحرسل بغير مناوي سيجرون إلى صحات العدالة وسيلقون جزائهم الذي يستحقونه برأيك كيف ممكن الآن العودة الشعب السوداني الآن في الشارع هل هناك من تخوف بانقسام هل هناك من تخوف من تجيش من قبل العسكر لشارع ثاني مواجه للدعوات التي تحتاج على هذا الإنقلاب فيما يتعلق بمدنية الدولة كل السوداني متفقين حول مدنية الدولة بما في ذلك الذين يعترضون على هذه الحكومة والذين لديهم ملاحظات على هذه الحكومة والذين لديهم ملاحظات على الشراكة جموع السودانيين القوة الحية التي غادت ثورة ديسمبر المجيدة والتي كانت في خضم السورة جميعهم متفقون حول مدنية الدولة. مختلفين حول الشراكة مع العسكر. مختلفين حول أداء الحكومة. لديهم رأي في بعض ما ترتب على اتفاق جبل السلام. ولكن متفقون على كتلة واحدة من أجل مدنية الدولة. وبالتالي من المستحيل أن يحصل الانقسام. صحيح. كما ذكرت لك قبل غليل أن الانقلابين ينسوا فيلجأون إلى بعض صواغط النظام السابق وبعض لاعقي بوت العسكر. وهؤلاء لن يشكلون جماهير. ولن يستطيعون أن يحموا حكومة. ولا يستطيعون أن يشكلون حاضنة سياسية. ولن يكون لهم أي تأثير شعبي. شكرا لأستاذ محمد الأصباط. أريد أن أنتقل الآن مجددا إلى لندن مع الأستاذ نيزار عبدالعزيز. عضو هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة. أستاذ نيزار ضيفتنا الصحافية فاطمة غزالي من واشنطن. كانت قالت بأن ما حصل يبدو أن هناك شيء إيجابي منه. وهو بأن الصورة اليوم اتضحت لنوايا البعض. هل توافق هل توافقها الرأي؟ بالتأكيد ممكن نوافق في هذه الجزئية. ولكن هذه النوايا كانت معروفة من قبل. لأن هذه النوايا الإنقلابية كانت معروفة. وإن العسكر. التي هي الدولة العميقة. ليست فقط في مؤسسات الحكم المدني. أو مؤسسات الدولة. الدولة العميقة أيضا في الجيش السوداني. الذي تم تغيير هيكلته بالكامل منذ انقلاب البشير في 1989. وإدخال عناصره فقط من المطرر الوطني. وبعض من الحركة الإسلامية. ولكن ولهذا كل جرارات الجيس للأسف الشديد. يعني كلهم ينطعمون لذلك التنظيم. مع عدى قلة قليلة. يعني من الشرفاء والوطنيين الذين يعارضون. وكما ذكر المتحدثون بأن هناك ستفكر ردة. واليوم تأكد لهؤلاء العسكر بأن الثورة لا ذالت. يعني متقدة من جزوتها ونارها مشتعلة في القلوب والعقول. الشعب السوداني لأول مرة يخرج هكذا. هناك كانت ثورتين. يعني بعد الانقلاب العسكري لم يحدث أي شيء. لكن الآن الشعب السوداني خرج فجأة حتى في جنح الظلام. خرج عندما حس بريطل العسكر. يتوجهون في الشارع وهكذا. ولهذا أنا أعتقد بأن هناك مغامرة غير محسوبة. المخاطر. رغم أن المبعوث الأمريكي في أثمان كان قبل يومين هناك. واجتمع بالدعاء بحميتي. واجتمع ببرهان. وهناك أيضا كان هو في زيارة وخاطفة البرهان بالأمس. ولهذا يعني كما ذكر في بيانه هناك يشكر بعض الأصدقاء. ولكن على العالم كله الحر أن يعرف أن صورة السودان هذه مهرت بتماء غالية. غالية جدا. ولازم أن تستمر لحد الحكم المدني الديمقراطي. وصولا للبرلمان. وصولا للاتخابات. اليوم في ظل هذا المشهد. من وما الذي يحكم السودان؟ ما هي المؤسسات؟ لا نرى البرهان. كيف ترى المشهد؟ لأسف الشديد الذي يحكم هو البرهان. ويحكم حميتي. ومعه إخوتنا من الذين كانوا معنا في النضال. كان جبريل إبراهيم أو مناوي. وأنا أتأسف لذلك. لأن هذا ليس بنظام. خاصة من ذهب لقصر الجمهوري. وطالب بإزاعة البيان. فهذا البيان ستخرج. كان يظن منه البيان. سيخرج من حمدوك. حمدوك ملتزم بالوسيغة وبالجهة التي أتت به. هي التي تخرجه من الحب. ولكن للأسف الشديد الآن سقطت جميع من ورقة تبتود عن الجميع. وخاصة من أخوة الكفاح في دارفور. الذين في أشياء كثيرة جدا تاهت عليهم. ولم يذكروها حتى في الورق الذي قرأناه. عن شهداء دارفور والجرحة وما حدث. هناك أشياء غريبة جدا. فقط هي السلطة التي يشعرون بها. والسروة التي يريدون أن يتقاسموها فيما بينهم. أربع جهات. رغم أن الخرطوم الآن خمسة جيوش شناك باتفاقية سلامجوبة موجودة في الخرطوم. أي احتزاز أو هزة أمنية ستكون خطرة على هذه الفلاد والسجدان في محيط أبقى معنا. أريد أن نلفت إلى تغريدة. جاءت على تويتر لمسؤول في البيت الأبيض. أو موقف لمسؤول في البيت الأبيض لقناة الحرة. قال فيه بأن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بسبب سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان. هذا المسؤول في البيت الأبيض. قال للحرة بخبر عاجل بأن واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. وفي تغريدة للسفر الأمريكية طبعا سابقا في السودان. قالت هذه التغريدة بأن القوات المسلحة السودانية أعلنت أنها تسيطر على الحكومة. وقد تم الإبلاغ عن تظاهرات في الخرطوم وفي جميع أنحاء البلاد. وهناك تقارير لم يتم التحقق منها عن أعمال عنف ضد المتظاهرين. طبعا في هذه المعلومة أيضا بأن الرحلات الجوية لا تغادر البلاد. وينصح المواطنون بالأمريكيون بالتوعية بمحيطهم وإيوائهم في مكانهم. والذي يشمل طبعا عدم السفر إلى سفارة الولايات المتحدة أو المطارات الدولية في الخرطوم أو بورسعيد. أستاذ نزار هل فعلا تتخوفون من أعمال عنف والتي التي ذكرت في تغريدة السفارة الأمريكية؟ حقيقة نحن أعتقد بأن هناك في تغريدة ظهرت أيضا من بعض الذين يشاهدون المظاهر الآن. أول كانوا حوالين القيادة العامة وهما الصوار. التي اختهموا هؤلاء مقر القيادة العامة عندما دخلوا. هناك بعض الذي سمعناه بأن هناك شهيدين إلى الآن. وبعض الإصابات أطلقتهم للقوات الدعم السريع. هذه بعض من المعلومات التي وردت. ونحن نتابع الأخبار أول بأول بأن هناك شهيدين. ونريد التحقيق من ذلك. للأسف الشديد. نحن طالبنا طبعا الجماهير والصوار بالتزام السلمية. وهذه هي صورة أتهجة العالم. وستهجموا مرة أخرى بالتزام بهذه السلمية. وبإرجاع العسكر إلى سكناتهم. هم ليس للحكم. هم ليس مهام محددة. تقبع على مسؤوليتهم. أو المدنيين لديهم مهامهم. فلماذا تحصل هذه الازدواجية من العسكر. الذين يريدون الإنقضاء على السلطة بتلك الصورة. وخاصة من فلول النظام السابق. الذي يمثله من البرهان. لأن البرهان حتى هذه هي اللجنة الأمنية للبشير. أنا كما قلت لك الإتقلاب. واللجنة الأمنية هي الحركة العسكرية بتاعتها المطمرة الوطنية. ليست من القوات الشعب المسلحة. فلللأسف الشديد. هذه هي حركة المطمرة الوطنية. والبرهان يمثلها. ولهذا سوف نسهد في المرحلة القادمة. الوزراء الذين يأتون من الفلول. ومن تنظيم المطمرة الوطنية. ومن مخالفيهم. ومن عوانهم. ومن انتهازيهم. وهكذا. حتى المجلس التشريعي. الذي في الوسيقى الدستورية. لغى بعض المواد. المواد التي تتوافق معهم. لكن فضل الاحتصام. لم يسكف فضل الاحتصام. والمواد المجلس التشريعي. وكذا. لكن المواد التي تتوافق معهم. لم يلغى الوسيقى الدستورية كلها. موسيقى